طيب كنت قلت لكم قبل الفاصل والمهانس عدلي بيتكلم على لما شفنا لقطات مباراة الأهل والزمالك 80 وقلنا جيل كان فيه كل هذه المواهب العملاقة اللي المهانس عدلي وصفهم بأنه ما كنوز لأنه لو أعدت أعدد لكم أسماء اللعيبة التقيلة الموهبة بجد في السبعينات والستينات والتبانينات الجيل بالزاد بتاع السبعينات والتبانينات اللي شفتوا بعض لقطات منه كابتن حسن شحاته من كم يوم شفت له لقاء مع كابتن أحمد شبير وكابتن أحمد شبير وهو نجم التسعينات لما شاف أو تذكر ما حدث فيه 74 سأل كابتن حسن السؤال اللي أنا سألته للمونس عدلي بس عشان أفكركم أرضية السؤال كانت جاية منين كانت جاية من حدث مماثل لده من 1 ل 14 مارس سنة 74 مصر استضافت كأس الأمم الأفريقية كان وقتها بتشارك من 8 دول كل مجموعة تقسموا مجموعتين كل مجموعة فيها 4 فرق قبل ما نخش في دي قد نعرف الناس على إحنا ليه بنقول كنوز كان كل الفرق صاز إبراهيم في الستينات والسبعينات حتى التمانينات كل الفرق المصري شاهين وبدوي والحارتي وسعيد الجلب جون أخذ بالك ده دول في الستينات دوليين دوليين بدوي ده بدوي فتاكه رحمة الله عليه يعني واحد من أعظم اللعبة اللي شفتها في حياتي بدوي عفتاح محمد بدوي محمد بدوي المصري محمد ده غير بدوي غير بدوي فتاح الترسانة أنا لسه ما جيت لكش للقاهرة، تروح القناة، لوفة وعدلزين وبيضو، وتروح. بالمناسبة كان براسكوس جون القناة، وتم تجنيسه، وكان أول حارس مرمى المصري في الأمم الأفريقية يوناني. واحد من أعظم حراس المرمى، شافته في مصر، الدزوي. طبعاً، يعني الدزوي المصري بعدين نادي الأهلي، تخش على الأهلي، يعني كلكم حفظين نجوم الأهلي في الستينات وسبعينات، بداية السبعينات، الترسانة، شازل، مصطفى رياض، برايم الخليلي، ومحمود حسن، وفتح بيومي، وفتح بيومي ده يعني كان هو حاجة كده زي دولات ما تيجي من يعني أقوى وأعنف لعيب خط وسط، كان هو فتح بيومي. والإسماعيل طبعاً على أبو جريشة، والإسماعيل شحتة وعلى أبو جريشة، وأميره، وأنوس، والعربي، وزاكي، يعني لعيبة، وبعدين محمد الرومي، وحازم، وحازم، أطبو، وحمد أمام، ورأفة عطية، و... بعد كده حسن شحتة وفروجة، وفروجة. خلي بالك إن الأسماء دي متضفرة في بعضها، بعد كده بقى الجيل بقى اللي إحنا عايزين نتكلم عليه، اللي هو كان مليان اللي هو بقى إيه بتاع السبعينات والثمانينات. عشان تشوفوا بس أنا بحطكم في خلفية اللقطة. لا قول لي قول لي يا أسماء، لازم نقول أسماء عشان الناس تعرف، عشان الخطر هي دي اللي هتديهم هو إزاي الجيل ده؟ ما خدش لأفريقيا ولا رح كاس العالم. عشان يفهموا إحنا ليه مستغربين؟ يعني أنتم متخيلين في 74 مصر تنظم هذه البطولة، فيها بقى حسن شحاتة، وفيها عالب وغريشة، وفيها كل، وفروجة عفر، وفيها كل قامات الكرة المصرية، والخطيب، الأفزاز والأبطال كان الخطيب، بقت لسه طالع، آه كان لسه ناشئ ولسه طالع، أنا بقول لك، وبعدين، وحسن حمدي ومحمد توفيق، وهني مصطفى، يعني أسماء لما تشوفها، مصطفى عبدو، ها مصطفى عبدو، طيب، البطولة دي بقى 8 دول بس، يعني إذا كنا دلوقتي بنتكلم في 24، بصوا في 74 كانوا تمانية، يعني اتضربت في ثلاثة، اتقسمت مجموعتين، خدوا بالكوا، المجموعة بتاعتنا اللي هتبدأ بكرة معانا أغندا، في 74 كانت برضو معانا أغندا، كانت معانا أغندا، ومعانا زنبي ومعانا ساحل العاج، كان لسه ما تغيرش اسمها الكود فوار، المجموعة التانية فيها زئير، ودي اللي تغير اسمها بعد كده للكونغو الديمقراطية، واللي معانا في المجموعة برضو المرة دي، كانت المجموعة التانية على رأسها زئير، وغينيا، والكونغو، ومروشيس، زئير فازت بالبطولة دي لأنها تغلبت في النهاية المباراة المعادة على زنبيا 2-0، المباراة معادة ليه؟ لأنه ما كانش اتعامل وقتها ركلات الترجيع في حال التعادة، فلما تعادلوا 2-2، اتعادت المباراة بعديها، ففي الإعادة يفادة لزئير، كسبة 2-0، بس زئير مش ده أهم حاجة، أهم حاجة عملتها في السيمي فاينل، فقبل النهاية قبلت مصر، صاحبة الأرض، والطموح، والجماهير، وأستاذ القائرة المليان، وكل الكنوز، ما تقول لنا بتشكيل تقريباً بساعة الماضية؟ المهانتس عاد لي بيقولك كانت عاملة إزاي؟ أنت متخيلين أن مصر في الشروط الأول 2-0، 2-0، الشروط الثاني زئير تكسب 3-2، لا مش الشروط الثاني بعد إذنك، في آخر 12-14 دقيقة، الكابتن علي أبو جريشا وإحنا 2-0، رأس، وحط في الجون تقريباً الفاضي، ارتدت الكرة من العرضة، رجعت علينا جوه، يعني كان هيبقى 3-0، الماتش ده بقت 2-1، وبعدين نتعور سردباكات، كان محمد توفيق، وكان مش عارف مين جنب، والمهم لعب الكابتن هاني مصطفى دخل يعني في عشر دقائق خدنا 3 جوار، وحاجة مش ممكن، فرق المستوى بيننا وبين كل الفرق كان فضيع، كان كبير جداً، طيب، يعني علي أبو جريشا وحسن شحاتة وفاروق جعفر، هجيلك للاسماء الكاملة، في الماتش ده، آه، لكنه كابتن حسن شحاتة، اللي هو خد هذه الصدمة بتاعت زهير، وظاهر علي خليل بو كرامر اتكلم عليه كلام، آه، حسن شحاتة اللي هو صاحب كمدرب، صاحب أفضل إنجاز للمدرب في الأمم الأفريقية دي، خد كاسها 3 مرات، في 86 كان في المدرج، لما بتيجي اللقطات ومنتخب مصر بيلعب ضربات الجزاء في مباراة الكاميرو النهائي الشهير، هتلاقي حسن شحاتة بالبلوفر بتاعه في المدرج بيتابع، تلف اللف، تلف الأيام، وحسن شحاتة اللي اتصدم من زهير في 74 يقود أحلام المصريين كمدير فني لمنتخب جحاق سلسية زهبية 2006 و2008 و2010، لكن ده كله ما نسهوش مرارة الجيل الكبير الموهوب، اللي كان ضمن أحد أو أحد لعبيه الكبار، حسن شحاتة مع كابتن أحمد شوبير، أو كابتن حسن شحاتة مع كابتن أحمد شوبير، سألوا على ليه هذه الكنوز اللي المهندس عاد لي أشار إليها ما خدتش حظوصها؟ حسن شحاتة بس ننزعلش مني، ده مش حسن شحاتة هذا المدرب الأسطورة ياخد 2006 وياخد 2008 وياخد 2010، وهو على أعتاب كاس العالم ولكنه لم يتأهد، يا طريق السبب كان إيه؟ بصا كابتن أحمد أنا زي ما تمنيت قبل كده وحكيت لك على اللمانيات اللي أنا كانت في نفسي، إن أنا أتأهل لكاس العالم وأنا لعيب، ما حصلش وأنا لعيب أتأهل لكاس العالم وأنا مدرب، أعرابي، إكرامي، وكان سابت جاي من بيت، وكان سابت وهشام عازمي كبير، وهشام عازمي، خش بقى عندك بوب، وعندك أبو أمين، وعندك السياج، السعيد عبد الجواد، السعيد عبد الجواد، السعيد عبد الجواد، وحسن شحاتة، وفاروق جعفر، وعلي خليل، ومصطفى عبد، ومحمود الخطيب، وطهب السريق، لا لا لا، وشحتر اسكندراني، لا لا، وأنتو جيلي، وعلى أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، سيد عبد الرازي، وفي وقت من الأوقات كان مصطفى رياد، مصطفى رياد، والشايد اللي بدأ معاكم، إيه ده؟ إزاي الجيل ده مراحش؟ وأنا شوف الجيل ده كابتان أحمد، موجود، وفي أسام يعني، أنت ممكن موزدهاش، وإحنا سنة، لكن، كانت حاجة كبيرة، إحنا كنا، كنا بنلعب، في ثلاث حتات، كنا بنلعب، آآ، كاس فلسطين، في تونس، وبنلعب، بطولة الصداقة، دورة الصداقة، في السعودية، مصبوط، وبنلعب مع، آآ، بطولة تانية، اللي هي، اللي هي كانت ناحية سينة، كده اسمها إيه؟ هنفتكرها مع بعض، هنفتكرها مع بعض، نعم، فدي بتبين لك برضو، إن إحنا إيه، كم اللعيبة، النجوم دي، النجوم دي، لكن برضو تيجي فوقت، الدنيا، مش حلوة، مش حلوة، الدنيا مش حلوة، فيش إمكانيات، مفيش أي حاجة، بتجيلك إعنات، اللبس بيجيلك، منحة من هنا، ومنحة من ألمانيا، ومنحة كذا، ها، مفيش انت، برنامج، بيتعاملك، بالرغم إن إحنا كان عندنا مدربين، آآ، وطنيين، وطنيين جامدين أول، مدربين أجانب برضو، لما قلنا مستر كرامر، ومستر بابي، ومدربين أجانب جامدين قوي، لكن مفيش استعداد، مفيش استعدادات، مفيش ممارات وديية، ممارات وديية، بروح المحلة، نعسكر في المحلة، ناكل خمس واجبات، ونلاعب بعض، تاخد بدلة المحلة، انت مروح، ونلاعب بعض، اذا في نادي الطيران او لازل في نادي الطيران فما فيش اي امكان اي يعني مفيش اي امكان يعني انا لما مسكتوا منتخب مصر كنت بابات مكتبي كان في القوضة اللى انا بابات فيها فاوازن ما كانش فيه امكانيات مفيش امكانيات سيبك من اللبس واسيبك من الحاجات دican احنا ما نبصش للحاجات ديفة لكن مفيش استعداد مفيش مباراوة ديه في مصر مفيش مباراوة ديه برا مصر انت دايما بتلاقي نفسك مركز على جماهيرك جماهيرك هي اللي بتجي تتفرج عليك جماهيرك عرفاك واحد واحد وده إمكاناته وده ممكن لكن برة ما قابلش حد لما بليجي اللعبهم بقى على ما لعبهم تلينا كلنا رجلنا بتخبط فبعضها لأن احنا برضو بنشوف جماهير مثلا تونس أو المغرب أو الجزائر جماهير فظيحة جدا جدا فأنت ما تعودش أنك تلعب مع جماهير ضد جماهيرك ودي بتقلل من من لعبة والله كابتر حسن الشحاطة ده يعني كاد أن يقترب كثيرا من نادي الأهلي تعرف ألا كان هيقترب هو كان راجع يعني حسن شحاطة الصنع عمجاد الزمالك كان هنتقل للأهلي أو كان هيلعب للأهلي أولا من اللي كان مرشاحه أنا كنت مكلف النجيب طار الشيخ وكابتر عدل هيك رحمة الله عليهم مكلف يجيب محسن صارح في بداية السبعين كابتر صالح قال لا أنا هجيب لكم بقى أحسن لقى في آسيا في آسيا في آسيا كان الكابتر حسن بلعب في الكويت في الكويت وخد ما كانش حد يعرفه في مصر حد شاف وتفرج عليه يعني هو مضى لزمالك وسافر الكرة وقفت وبتاعه فهو مين مين قال واحد اسمه حسن شحاط جيبت أنا طاهر الشيخ وجاهم محسن صالح يا كابتن قال ده العملية هتكلف أربع تلاف جنيه أربع تلاف جنيه ما عرفناش نوفرهم ما عرفناش نجيب أربع تلاف جنيه عشان الكابتن حسن شعاط يبقى لعبا بالنادي في الأربع تلاف تعرف وقتها في جيل أربع وسبعين حسن علي حسن سنة طبعا وأسامة وعلي خليل والسياجي وفاروق وحسن ومحمد توفيق وشاكر عفتاح دول بعض نجوم جيل أربع وسبعين هو أنت كنت تعرف أنت كنت تعرف سلعة في المحلة ولا في المنصورة وأحمد عبد الباقي عمر عبد الله عبد الحيم عبد الدايم عماشا الخمسة العين بتوع المحلة كانوا أقوى خط هجوم تروح للمنصورة تجد سطوحي في الجود تجد سعد سليت عبد الدوال كل دول دوليين الشامي في خط الوسط وصروت فرج كل دول دوليين لعبة دوليين أتكلم وأحمد شاكر كل دول اللعبة دوليين تروح إسكندرية إسكندرية شحتة والبابل والجارم ومحي عثمان طب القلومبي اللي خد الدوري خده بمين عز الدين يعقوب سليمان اسمه إيه اللي كان بيرعب في الناد ورح كابتن بدع فتاح إيه دا؟ إيه الفرق دي؟ إيه النجوم دي؟ ترجمة نانسي قنقر